أنا يوسيمة، أنت تكلمت في حاجة، إحنا ما تناقشناش فيها قبل الحلقة، ولكن والله أنا محضر إن أنا أقولها ويمكن أنا سعيد جدا إن ده نصق دايما أكيد بنتكلم في حاجات وأكيد حاجات بتيجي على الهوى ولكن ده الجميل، فكرة الأهل بمنحضر البعض جاء بيقول أنت رجعته تاني تقول أصل إحنا عندنا غيابات أصل لا، أنت عندك مشكلة في فهم الموضوع إحنا لما بنقول الأهل بمنحضر، إحنا بنقول إن في لحظات استثنائية في تاريخ النادي كانت جملة الأهل بمنحضر واضحة وصريحة ولها وجود وتأثير ولكن هي استثناءات في تاريخ النادي لأن ده الطبيعي في علاقة أي شيء في المنطق وفي البشر وفي الرياضة وفي كل المجالات ما ينفعش الاستثناء يبقى قاعدة أنا مش هفضل طول عمري تحت أي ظرف مثلا بلعب بمباراة بأي مجموعة من الفريق وصد أي فريق وأفضل أقول الأهل بمنحضر اللي بيفكر كده هو بيفكر تفكير غير منطقي لكن كلامنا الواضح إن بيبقى فيه ظروف وفيه استثناءات منترية اللي عمرك ما تسبته في تاريخك 16 اللاعب غايب بتكسب لأن الأهل بمنحضر يعني الأهل قادر يحقق الاستثناء إنما مش الاستثناء حيبقى في المطلق فهم البعض الضيق هو اللي بيخليه يشوف الموضوع بالشكل ده النادي الأهلي بمنحضر حيفضل إن شاء الله بمنحضر كلحظات صعبة يقدر يتجاوزها لكن النادي الأهلي زي ما قلنا في مباراة الهلال ظروف صعبة هنتكلم فيها ويمكن كمان من الظروف الصعبة دي التحكيم قبل ما نروح للتحكيم لأنه مهم جدا أن نبقى فاهمين أننا اتكلمنا هنا قبل مباراة بالميرس وقلنا أن المباراة صعبة وصعبة جدا وتكرار الاستثناء هو الشيء الصعب النقطة الأهم أنا لما باجي أكروا واقع ما ينفعش تيجي تقولي الأهلي بمنحضر فاستغنى عن فكرة حقوقك المفترض البطولة دي يكون فيها تكافؤ فرص ما فيش تكافؤ فرص من أول بطولة وإحنا ارتضينا كده كاتحاد أفريقي وكممثلين للاتحاد الأفريقي كأنديع بتشارك في البطولة دي أن انت بتلعب من دور قبل الدور النصف النهائي اللي بلعب فيه بطل أمريكا اللاتينية وبطل أوروبا لكن لما جا أقوله أن فيه تعارض للموعيد وأن التعارض ده أثر على الفريق أنا هنا بأرسي قواعد وبطالب بحقوق ما ينفعش تيجي تنتزع مني حقوق عشان تقولي الأهلي بمنحضر يعني هو الطبيعي أن أنا ألعب بدون لعبة الدولية ولو اتكلمت تقولي أو أنت مش بتقولي الأهلي بمنحضر آه أنا بقولي أهلي بمنحضر لكن ده لا يتعرض إطلاقا إطلاقا مع أني بطالب بتكافؤ الفرص نقطة بس مهمة هبين نركز عليها عشان البعض مش فاهم يعني إيه الأهلي بمنحضر ترجمة نانسي قنقر